حسابات مختلفة تماماً يعني مباراة صعبة جداً تتوقع السيناريو بتاعها بكرة وخصوصاً في ظل مستوى الأداء اللي بيقدموا الزمالك في الفترة الأخيرة والطريقة اللي بيلعب بيها تحت قيادة أوسوريو أما فيما يتعلق بالقلعة الحمراء فأعتقد أنه ميستر مارسل كولر يأكل الأخضر واليابس والفريق الحقيقي اللي حق كم كبير جداً من السلسيات واللي واصل مشواره في بطولة الدورة وحسب اللقب بالفعل قبل خمس أسابيع من نهايته بدون أي هزيمة قادر إن شاء الله أنه يفاجئ الجميع بيبى فيهم جمهور الأهلي بكرة حاول تفكر في الطريقة اللي يعني هيلعب بيها الزمالك وحاول تفكر في الطريقة اللي هيلعب بيها الأهلي حاول تفكر في التشكيل هنا وحاول تفكر في التشكيل هنا واكتهد معنا ومع ضيوفي في السادسة قبل 24 ساعة من المواجهة المنتظرة بلال محسن أحمد مصطفى ضيوفي في السادسة مساء الخير وأهلا وسهلا بكم مساء النور طبعا نسو أحمد أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادسة المشاهدين أنا عارك بتعايز تقول إيه آه لسه موت حقيقا وإن شاء الله بإذن الله تكون بكرة مباراة قمة تافي بالوعود بالنسبة للمشاهدين على مستوى كرة القدم نستمتع بوجبة قروية دسمة كعادة مباراة قمة لو تبقى كرة بس تبقى ممتعة بصراحة آه بالزبط يعني إن شاء الله أنا بتوقع أنها تكون بكرة وحدة من مباراة كرة القدم اللي هتشهد أهداف هنا وهنا وإن شاء الله النادي الأهلي يفوز ويأكد بقى الأفراح بكرة إن المباراة بكرة أكيد الجمهور رايح علشان بعد المباراة يحتفل مع النادي الأهلي في الدراج الدوري بالضبط إحنا أجلنا للفرحة لبعد المباراة إن شاء الله مساء النور يا أحمد وساء النور على جمهور مشاهد النادي الأهلي وطبع مبروك لك الدوري مبروك علينا يعني كلنا الدوري والجمهوري نادي الأهلي وإن شاء الله تبقى احتفالية غدا يعني احتفالية كبيرة وإن شاء الله يعني تبقى أفضل تطويق لبطولة الدوري لمصر السنة دي هو نجاح الأهلي المتوقع مش هقولي لمكانش متوقع النجاح الأهلي المبهر الموسم ده على كل مستويات الدراما اللي حصلت بزد في دوري أبطال أفريقيا الفوز بتلت بطولات على حساب زمالك وبيرامدز اللي هما يعني هقول في السنوات الأخيرة بقى المنافسين المباشرين أو التقليدين لنادي الأهلي تحيي بطولة الدوري قبل خمس أسابيع من نهايتها بأرقام يمكن تكون غير مسبوقة ولو ربنا وفقنا في الخمس مطشط اللي جايين كمان ممكن نحقق مجموعة أرقام قياسية بخلي أنه فرحة الدوري عادي كده يعني خدنا الدوري لا يمكن علشان إحنا يعني النادي الأهلي الموسم ده الحمد لله من توفير ربنا ونتيجة جهد وعمل طبعا المجموعة كلها بداية من مجلس إدارة النادي الأهلي اللي بنحييه وبنستغل كل تتويج ونحيي مجلس إدارة النادي الأهلي عندنا مجلس إدارة ناجح قدر ينتد بمدير فني ليه اسم كبير جدا قدر يغير الشكل ويعمل منظومة أداء ومنظومة لعب ويقدر كمان يعمل كنترول على اللعيبة وعلى قوضة اللبس مميزات كتير جدا عند مارسل كولر غير القيادة الفنية قدر يترجمها الفريق الموسم دوت بتحقيق كل البطولات اللي احنا احتفلنا بيها مع النادي الأهلي يمكن علشان الحمد لله الفرحة السنة دي جات في أوقات وراء بعض يمكن فريحنا بالكاس وفريحنا باتنين سوبر وفريحنا ببطولة أفريقيا اللي جات بطولة صعبة ومشهودة مش هننساها وجات فرحة الدوري فيمكن ده ده اللي عمل فرحة حالة تخمة آه بالضبط يعني الحمد لله ربنا يدينها نعمل يا رب إن شاء الله فهو ده يمكن اللي يعمل يعني إيه هدوء شوية في حالة الفرحة ولكن أنا أعتقد وأنا بقولك إن شاء الله بعد الفوز بكرة إن شاء الله ربنا يكتب لنا الفوز بكرة هتبقى الفرحة عارمة وفرحة كبيرة جدا بالتتويج بلقب غائب عن خزائن النادي الأهلي بقال ومسيمين ولكن عاد وعد معتزرا غاب سنتين فخلاص إحنا بدنا اعتزاره واحتضننا في بيته مرة تانية لأ خدارك برضو فكرة أنك أنت تاخد آخر نسخة من الدوري دي برضو قصة مهمة جدا يعني أنك أنت تختم المطولة قبل ما الدرع يسو يودع برضو إن شاء الله نفتتح الدرع الجديد بإذن الله برضو تكون على مفارقة طيب خليني أخد رأيكم في المواجهة بكرة الأول يعني ناخد الخطوط العريدة الأول هل شايفين إنه بعد حسم اللقب وتحديد المراكز مباراة نتجتها مش هتكون مؤسرة بقى شك من أشكال هتظهر مباراة بدون دوافع بصرف النظر عن إنها قمة أو عنها خلينا أقول مباراة قمة دي لأنها يعني لو بالأرقام قمة تبقى مثلا أهل وقرمز الموسم ده لكن المباراة الأكثر جماهيرية هل دي ممكن تكون دوافع كافية عند الفرقتين عشان نشوف مباراة عالية على مستوى الفني والمهاري ولا افتقاد الفرقتين لدوافع المنافسة يخليها إلى حد ما مباراة كلاسيكية لا أعتقد أحمد إن هي طبعا الدوافع الموجودة مباراة قمة أتفضل مباراة قمة طبعا زي ما أنت قلت إن هي أكثر جماهيرية ونادي الزمالك أعتقد هي دي تقريبا ممكن تبقى بالنسبال له دي بطولة لي إن هو يبقى بالنسبال له لو حق المكسف دي يحاول صالح جماهيره النادي الأهلي أعتقد مستر كولر احنا تعودنا إن هو بيفصل كل مباراة عن بعضها مباراة قمة بالنسبال له يعني هي الاحتفالية والموجود الكبير اللي هو عمله من بداية الموسم أو زي طبعا البطولات كلها بالنسبال له مباراة هاخدها بكل جدية تماما وأعتقد إن النادي الأهلي هيقدم مباراة كبيرة جدا وأعتقد إن مستر كولر يعني مركز جدا في مباراة دي عكس ما كل ناس معتقد أنه ممكن يكون مباراة سنادي أهلي حسم الدوري لكن هو هيتعامل مع المباراة بزكاة شديدة جدا وبجدية وهو عنده ميزة أنا اتكلمت عنه قبل كده إن هو بيخلق الدوافع وعنده القدرة إن هو يقدر يخلق يخلق الدوافع في كل لاعب وأعتقد هو هيقدر يعمل كده في مباراة غدا وهيبدأ بالقوام الأساسي في مباراة غدا وينادي الزمالك برضو بص على الجون ده بص ديانج ده بص ديانج ديعمل إيه أعتقد من المرات القليلة اللي نشوف ديانج بيحط الكرة بحرفان قوي كده تب جون ديانج ولا جون السولية ومشريف الرابونة بتاعت السلاف ده ماتش الخمسة ده ده ماتش الخمسة لا أول رابونة لا إنها مش بتتكرر كتير الماتش الخمسة أنا إحساسي بيقول إن مباراة غدا هابقى فيها هدف كتيرة جدا ده ماتش التلاتة نتيجة المباراة الدول أول تفوق الأهلي على الزمالك بتلت أهداف لشيء طبعا زي ما حضراتكم شايفين بنفتكر بنرفرش كده الزكرة مع بعض تعالوا نشوف ونتكلم شوية على الزمالك أسوريو أخوان كارلوس أسوريو مدير فني جاي بسفيل حقيقة محترم جدا بالضبط هوجم في بداياته ثم حقق بعض النتائج اللي كانت مفاجأة فتحول فجأة إلى مدرب فز تقييمكم إيه لأسوريو تحديدا أو مشوار أسوريو مع الزمالك في الموسم ده يعني يمكن في البداية احنا قيمة النادي الأهلي وقيمة كل من ينتمي للنادي الأهلي بتأتي من احترام الآخرين أوزاريو مدير فني ليه اسم جيد وجايد جدا ومدير فني شوفنا كلنا مع منتخب المكسيك في كاس العالم عمل زي ما حضراتك قلت في البداية مع نادي الزمالك حاول يطبق طريقة لعب جديدة شوية يمكن على اللعبين المصريين وعلى الكرة المصرية في الأول اللعبة كان استعاب اللعبين لطريقة اللعب حتى خرجت الأصوات من داخل نادي الزمالك بتطالب لأ ارجع تاني للشكل التقليدي وحط كل اللعب في مركزه والكلام اللي تردد وقتها ولكن الراجل أصر على أنه يلعب وينفذ الفكر اللي هو عايز طبقه في الملعب ونجح فيه والدليل على كده أن دايما كرة القدم بتحكمها لغة النتائج نتائج ويمكن حقق تقريبا 9 فوز مع نادي الزمالك وتعادل أو تعادلين وخسارة وحيدة منذ تولي قيادة نادي الزمالك الكل عامة بصفة عامة منتظر أول مباراة كبيرة لأوزاريو أمام النادي الأهلي خاصة المعسكر الزمالكوي المناسبة مش هيجد حد أو منافس أفضل من النادي الأهلي يختبر فيه طريقة لعب أوزاريو هل هتصلح أمام الفرق الكبيرة ولا الكل عشان كده هو السؤال النهاردة هل المباراة بكرة تحتمل المخطرة في مواجهة النادي الأهلي سيد أفريقيا أو بطل أفريقيا وبطل كل الألقاب المصرية طيب خليني عشان عندنا حالات كتير جدا بالصورة إيه اللي ممكن يلجأ ليه كل مدير فني في مواجهة الغريم التقليدي بكرة استعرض بعيك يا أحمد الأول أرقام الزمالك في الموسم دي القيمة التسويقية للخطوط الفريق البولكيبر حراسة المرمى متوسط أعمارهم من 24 ل 25 سنة القيمة التسويقية 24 وربع سنة 24 وربعين تقريبا 24 سنة بالضبط تتل القيمة التسويقية لنادي أو متوسط أعمار لعبة نادي الزمالك 26 سنة القيمة التسويقية القيمة التسويقية برضو 19 مليون و800 متوسط القيمة التسويقية لكل لعبة نادي الزمالك 500 و60 ألف يورو أو ألف دولار أعلى قيمة تسويقية في لعبة نادي الزمالك هو أحمد سيد زيزو اللي وصل قيمته لخمسة مليون دولار وقيمة كبيرة جداً ده اللي يمكن معالي شوية القيمة التسويقية عن اللاعب نادي الزمالك تصويبات على المرق متعلقة بالمطشاط بتاعتهم الموسم ده 13 بوينت زيرو تلاتة في المباراة في المباراة بالنسبة للشطع في التارجي بتاعهم خمسة بوينت تسعتاشر بين التلات خشبات يعني تلاتتاشر تصويق معدل تصويق في المباراة منهم خمسة بين التلات خشبات وتمانية تقريباً تمانية خارج التلات خشبات أكتر حد يمكن بيصاب عندهم هو زيزو أعتقد صح؟ زيزو كان إمام عشور وقت ما كان موجود كان بقى طيب نشوف أهدافهم أو طريق تسجيلهم للأهداف على مدار الموسم دي طيب أساعد لا الفريكيك جولز أحرزه هدف واحد من 12 ركلة خرة الأجوال اللي جات من داخل منطقة الجزاء 35 هدف من إجمالي 21 محاولة الأهداف اللي جات من خارج منطقة الجزاء خمس أهداف فقط من إجمالي 166 محاولة على المرمى الأهداف اللي تم إحرازها بأقدام لعبي نادي الزمالك اليسرى سبع أهداف و 22 هدف تم إحرازهم بأقدام لعبي الزمالك بالقدم اليومنا الهيدرز الأهداف اللي سجلت بالرأس 11 هدف الفرص المؤكدة في المباراة الوحدة واحد وواحد من عشرة وده رقم أولايل جدا يعني الرقم بقى اللي بعديه اللي هو الفرص المؤكدة في المباراة الوحدة طيب نروح لإستقبال ومعدل إستقبالهم للأهداف يا أحمد واستقبال الأهداف ليهم بأول عشر دقايق تقريباً 17% تقريباً المجبل يعني اللي هو الزمالك أكتر وقت يعني بيستقبل فيه أهداف هو أول نص ساعة تقريباً بيستقبل أهداف وآخر عشر دقايق وده طبعاً يعني لو حسبنا يا أحمد آخر عشر دقايق 23% ومدياعة 20 لديا 30 20% وفي الديا من بداية المباراة أول عشر دقايق 17% تكلم على تقريباً 63% 60% من الأهداف اللي بيستقبالها زمانك في النص ساعة وده طبعاً الطريقة المجامرة أو المجسطة اللي بيعملها أهزوريو فده من الأسباب اللي هم يستقبل في الوقت ده أنا لسه هكلمكم على تعامل كابتن شوق غريب في مطش المقاولين يعني دول الطريقتين أو المطشين اللي بانت فيهم قوي طريقة لعبة أهزوريو فعايزة أفهمكم شوية إزاي يتعامل علي مهر وإزاي يتعامل كابتن شوق غريب ده معدل التسجيل يا بلال معدل تسجيلهم للأهداف آه يمكن هو من الدقيقة من الدقيقة 41 أو من دقيقة 40 للدقيقة 50 ده أعلى معدل أهداف لنادي الزمالك يتلوه على طول دقيقة 8 دقيقة 90 أخرى 10 دقايق يمكن بمفت 20% نكلم على آخر الشوط الأول وبداية الشوط الثاني أو وفق أو آخر الشوط الثاني 20% طبعا معدل كبير بيقدر نادي الزمالك يسجل في أهداف المباراية طيب بعد معدل استقبلهم ده طبعا المدربين اللي مسكوا دادي الزمالك هذا الموصل على مدار الموصل فيه خمس مدربين جزوالدو طبعا فريرا كان مع نادي الزمالك 27 مباراة كسب البروفيسور بروفيسور بروفيسور 13 مباراة كسبها خسر 7 وتعادل في 7 كابتن أسامة نبي مسك موتشين بس كسب مباراة وخسر مباراة وتعادل في مباراة هم التلاثة دول مؤقتين أعتقد آه كان كل دا أحمد كابتن أحمد مقصود وكابتن متحب هادي كودا مؤقتين طبعا المدرب الحالي طبعا وان كالوس أوزوريو 12 مباراة كسب في 9 خسر في 2 وتعادل في المباراة هم أعتقد أن أوزوري هو أفضل المعدل بتاعه المعدل بتاعه يعني بالنسبة للحالة يعني 12 مباراة ما يحقق منهم 9 مكسب يعتبر معدل كواس وكما ما جاش من بداية الموسم فدي برضو هي مهمة بالمناسبة بس خلينا قبل طب نروح أرجع لقصة المديرين الفنين دول لأنها برضو هي مهمة جدا صعبة جدا يبقى فيه خمس أجهزة فنية في موس فريق في موس موح لا يعني أنا ممكن أتفهم إن خمس أجهزة فنية ولكن ثلاثة منهم مؤقتين دي صعب جدا يعني أنا عرف إن المؤقت بيجي ولحد ما يجي مدير الفن ها روح لسانة واختلاف ده بالضبط ها روح لأهداف نادي الزمالك هنجد إن أعلى لاعب سجل أهداف في نادي الزمالك هو أحمد سيد زيزو سجل 12 هدف وساهم يجي بعديه طبعا سيف الدين الجزيرة ب7 أهداف ناصر منس 4 أهداف يوسف وثمى نبيه اللي رحل على نادي الزمالك 4 أهداف أحمد بالحج 4 أهداف زيزو سجل 12 هدف رحمد بالحج برضو بش آه يعني مش عارفين لسه هيكمل ولا لأ نعمل حاب الحج موجود ما هو موجود لسه ما تمش تفعيل بند الشراء بتاعي بص هو موجود موجود معاه أنا اللي عرفوا إنه موقفه كان واضح وصريح إنه عقده ينتهي في 30 ست 30 ست بالزفر بس هو أعتقد أنه يكون فترة السماح موجود موجود يعني من الأول مكره ممكن يبقى بيشارك موجود هو موجود موجود وكان موجود في مبارات لا أنا فهم إنه ممكن يبقى موجود 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 في القائمة ممكن يشارك موجود في القائمة من حقه يشارك آه بالزرط زيزو بقى هنيجي للصناعة زيزو ساهم في 13 هدف أنا عايز بس أقف عندي زيزو وإحمد يكمل ساقيه 13 إن زيزو مساهم في 25 هدف من إجمالي 29 من إجمالي 49 هدف أحرزهم نادي الزمالك يعني الزمالك أحرز 49 هدف هذا الموسم في بطولة الدولة 50 فيهم بصد وصنع 13 لعب مهم جداً في تشكيلة نادي الزمالك طبعاً التاني لعب بعد زيزو أحمد بالحج اللي هو احتمالي شارك بكرة رغم إنه هو لعب نص موسم موسم جاء رقف يناير ست أسست أعتقد أن دي ممكن الأرقام دي هل الأرقام دي فيها أسوان؟ لا لا الأرقام دي فيها أسوان آه بالزبط يعني الأرقام دي مش موسم الحالي في الناولي بصرف النظر عن إنه كان قبل كده لعب أسوان هو كان متقلق في أسوان صراحة آه طبعاً إمام عشور في المركز التالت بأربع أسستات فعال برضو فعال طبعاً يعني ولسه موجود يعني كرتيب التالت ومصطفى شلبي ثلاث أسستات أحمد أبو الفتوح ثلاثة شيكابالة اتنين سيد نمار اتنين محمد عبدالغاني واحد ده إجمالي الأسستات والأهداف لنادي الزمالي عندنا بعض كده خلاص كده إحنا خلصنا أرقام نادي الزمالي تعالى بس الأول أرجع لجزئة المدربين يعني إيه يا أحمد؟ فرقة يبقى عندها خمس أجهزة فنية على مدار الموسم تقريبا كلهم بيفكروا بشكل مختلف كلهم حاولوا يطبقوا طريقة مختلفة ولما تيجي تشوف بداية الزمالي مع البروف وتيجي تشوف طريقة اللعبة اللي بيقع بها وزاريو تقريبا طريقتين ما لهمش أي علاقة ببعض خلاص تأسير ده على نادي زي الزمالي وهل تقدر تقول النهاردة إن وزاريو وصل أو حط بصمته والفرقة هضمت فكر الرجل وقدر تطبقه حتى في المطشط الكبيرة على مستوى مواجهة النادي الأهلي بصر حمد طبعا الاستقرار الإداري والفني ده مهم جدا عشان كده مجلس سرطان الزمالي فعلا زي ما بلاد تكلم لازم نديله حق أنه هو من أسباب التتويج بأغلب البطولات لأنه هو بيوفر كل الإمكانيات وبيدين بساحة كبيرة جدا للأجهزة الفنية وبتعامل بسياسة اللي هو لا لا يحبش حسبات بالقطعة ما دايبين مجلس سرطان الزمالي عشان كده احنا مختلفين وغير يعني دي فعلا نحن نختلف عن الأخرين بكتير لا لا وسبقين بكتير فعلا مجلس سرطان الزمالي أو نادي الزمالي أنه هو بيغير خمس مدربين ده يبين أنه هو لا بيتحاسب مع المدرب بالقطعة يكسب مباراة أو يقدم مباراة سائية فلا فاحنا ماشي المدرب ده لا فيش كده في الكورة أصلا يعني في الكورة ما فيش الكلام ده وزاريو لما بدأ يمسك حتى نادي الزمالي الراجل يعني تقييمة ليه بالنسبة لفترة اللي هو مسكها أعتقد هو نجح لأنه هو مسك أي مدرب يمسك في منتصف الموسم أو في وقت طبعا نادي الزمالي أعتقد درشة حزب طبعا درشة حزبه بالرغم كده هو تهاجم في بداية تدريبه لنادي الزمالي لأنه هو بدأ يطبق فكرة زي ما أنت قلت مختلف تماما عن البروفيسير في بداية الموسم وبالرغم كده هو أكمل وأصر ودي أنا شايف أن دي ميزة مهمة جدا أنه أي مدرب بشوف أنه هو بيصر على طريق لعبه أعتقد حتى لو أنت ممكن تنتقد حتى انتقدك في بداية تطبيقك لها دي بتأثر عليك دي بتأثر لكن هو صمم عليها ونكحت في الآخر ودليل نادي الزماليك نتائجه في آخر تقريبا الست سبع ماتشوات لا مختلفة قدر يرجع وحنا دايما لما باجي أحكم على مدير فني طبعا فكرة أنه ياخد الفرصة ويقدر أنه عشان تحط بصمة على أي فريق وخصوصا فريق لما يكون عنده شخصية وعنده جماهيرية فيه ضغوط من الجمهور وضغوط من الإعلام تبقى قصة صعبة شوية أنك تشتغل براحتك وتبقى مطالب طول الوقت بالنتائج وانت عايز تشتغل عشان توصل لأنك أنت تحط بصمة على الفريق ده وبالذات لما بتواجه مطبات صعبة لكن ولك تقييم جزء أو جزء أساسي من تقييم أي مدير فني انتقالي فيه كتير من الجمهور الأهلي الكويرة هيتفهم عافدة هي المواجهات الصعبة طبعا يعني أنا ما جالع في الدوري المصري أنا آسف يعني مش تقليل من أي حد بس أي مدير فني ممكن يمسك النادي الأهلي ممكن ياخد بطولة زي بطولة الدوري أو بطولة زي بطولة الكاس لكن ممكن يعاني شوية هو بيعاب في أفريقيا وأكيد هيعاني هو بيلعب في كاس عالم صح أو غلط صح فما يجي أشوف العمل مارسل كولر في أفريقيا في كاس العالم وفي كاس العالم رغم أنه خسر طبعا حتى مقصر عايزة حييك على حلقة شادي اللي كانت من كام يوم والتقرير أو الفيديو اللي كان كلام اللي عمل عن مارسل كولر حاجة رائعة بيينت ده عشان بس معرض كلامك عن كولر بيينت جزء كبير جدا من شخصية كولر اللي كان ناس كتير ما تعرفهاش مميزات وإيجابيات يعني اكتشفناها حاجات إضافية يعني تقول إن الراجل ده فعلا مكسب كبير جدا 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 حديات كتير جدا حياته عدى بمصاعب وهو لعيب كورة وهو مزيف فني كان ممكن غيره يبطل رحلة جحية حيقولك أنا قتل حاجات ملهمة كتير جدا في استعراضكو في الحلقة بصراحة كانت حلقة مميزة جدا أنا مطلق عليه لقب من أول يوم يعني شوفت الحكيم في الحكاماء باللي هو عدى بمراحل كبيرة جدا في مسيرته خليها أقولك إنه واحد من أكتر المدربين اللي جوم من نادي الأهلي يعني كنت بوجد صعوبة كبيرة جدا في تكوين انطباعات عنه في بداياته يعني كنت قدير فني يجيه بتقدر بسرعة تاخد انطباعات عن شخصيته وعن طباعه وعن أسلوب إدارته للفريق كولر كان رامض جدا في البدايات وكتير من الناس ما قدرتش تدرع أحمد أطلق عليه الحكيم أنا مسميه من بداياته مسميه الواقعي كولر الواقع لأنه هو وقعي جدا المباراة اللي محتاجة إنك تنزل في بداية اللقاء فتح خطوطك وبتهاجم وتستغل لحالة الخصم إنه هو مثلا الخصم أقل منك كإمكانيات بيعمل كده المباراة اللي بتحتاج اللعبة بتوازن ولحد ما تستهلك المنافس أو تستنفذ قوته وبعدين تبدأ عمل كل السيناريوهات كولر مر مع النادي الأهلي هذا الموسم بكل المنعطفات الجيدة والصعبة واللي كنا على وشك الخروج من دورة مر مع النادي الأهلي بكل التحديات ونجح في معظمها إحنا في كاسة عاملة أنداء وعمل فكرة ده وصلنا إن إحنا زعلانين إنه نخسرنا من ريال مدريد لما تشوف تفاصيل حلقة تنبارح وتشوفه هو بيلعب مع تشالسي في دوري الأبطار أو هو بيلعب مع منتخب النمسا وراح يشارك في اليورو متأهلا مش خليفة بالمطولة تعرف إنه الراجل ما بتفرقش معه قصة الأسماء وفي الفلسفة بتاعته واضح جدا جدا إنه 11 قدام عنده إيمان عنده إيمان بنفسه عنده ثقة بيوصل كمان الموضوع ده اللعيبة اللعيبة النادي الأهلي مش هتهاجم ريال مدريد في الدية 88 غير لو كان مدير فني على الخاطر من ديهم وخلهم يسقوا في نفسهم للدرجة اللي تقولهم إنه انتو تقدروا لا وإنت كمان اللعيبة 88 دية بتقولت فيها لنفسك أنا وانا في الملعب 88 دية أنا أقدر على فكرة على الدنيا عرايبة مش بعيدة بالضحية طيب خلينا فكر الأول أوزوريو هيفكر في مواطش بكرة إزاي هل تتوقع إن احنا نشوف سيناريو مشابه لمطشاط الزمالك الأخيرة ولا هيتعامل أوزوريو مع مواجهة الأهلي بشكل مختلف طيب خلينا نتكلم الأول عن طريقة اللعب اللي هو هيبدأ بيها أوزوريو طبعا طريقة أوزوريو محير زي ما أتكلمت في البداية فوتوزينيك برضو فوتوزينيك جدا بيسع الكاميرا جدا هو محير جدا في طريقة اللعب وأعتقد هو يعني الناس الشواء بيلعب إزاي لكن وممكن يغامر وهو بيلعب مع المقاولين ممكن يغامر هو خلاص ضمن نفسه في مركز سيلت ضمن ورايح كونفيدرالية فما فيش حاجة عنده تدفعه للحرصة على فكرة النقطة والثلاث نقاط لكن في النهاية بيجرب وبيغامر مرة يتعور ومرة يحقق فوز عاليد جدا ومرة كاد أن تكون يعني خسارة لو لري منتدى أمام فيوتشر فبالتالي لما هيجي واجه لأهلي سؤالي ببساطة شيئة هيلعب بنفس الطريقة اللي بيلعب بيها فكرة اللي مركزية وفتح الخطوط والاندفاع الهجومي ولا قدام الأهلي يتتوقع أن يكون لي حسابات أخرى اندباط تكتيكة أكثر يعني هيلعب بنفس طريقة اللعب هو شخص أصلا مدرب مغامر ياريه بطبيعة ياريت جدا يعني يمجد يعني هو مدرب مغامر بطبيعته فهو يعني اعتقد حتى انتقضوه كتير جدا وخسر حتى في مبارات وكان احتمال يخسر في مبارات الكاس أمام بروكسي برغم كده هو هسار لبرضو على طريقة اللعب وكان يستحق أن يخسر أمام بروكسي جدا يعني كان يستحق جدا ان هو يخسر فعلا من الكاس ساعته لكن اعتقد هو هيسر من طريقة اللعب ممكن يعمل بس تعديلات طفيفة في بعض اللعب لكن طريقة اللعب لا مش تتغير طيب هنيجي لطريقة اللعب والتشكيل في الفرقتيب بس اروح اشوف بلال مطافق مع أحمد لأول في جزئية انه هلعب هيخاطر ويلعب بنفس الطريقة ولا تتوقع انه يبقى فيه تغيير لا انا اعتقد انه مش يبقى فيه تغيير في طريقة اللعب طريقة اللعب اه هو ممكن يكون فيه تغيير في بعض العناصر يعني زي حسام عبد المجيد العائد من بطولة من البطولة أفريقيا بعض العناصر اللي هو ممكن يدفع بها لكن طريقة اللعبة تستمر قبل ما اتكلم علينا هل تحبوا نروح للحرب نروح للزمالك ماشي نبدأ الاول بس نعتقد التشكيل ممكن نقول تشكيل الزمالك ده تشكيل متوقع الزمالك تشكيل متوقع الزمالك طبعا اعتقد هو هلعب حمد صبح في راست المرمى عودة حسام عبد المجيد طبعا من كاس رومة أفريقية هيرجع في مركزه الأساسي وهلعب جنبي حمزة المسلوسي وهي ناحية اليمين مصطفى الزناري وهي ناحية الشمال أحمد أبو الفتوح هو بيلعب أربعة ثلاثة ثلاثة في حالة الدفاع لكن في حالة الهجوم هو في هجوم ايوة بالضبط بتحول طريقة اللعب بتحول طريقة اللعب من اثنين ثلاثة واحد ثلاثة أحيانا بتبقى اثنين ثلاثة أربعة في حالة الهجوم هنشوفه ده في الحالات ان لازمالك بيهاجم بشرصة غريبة جدا بيقولولي يعني واحد بيدفع وعشر بيهاجم الواحد ده فعلا بيحسام عب مجيد انا وردتك بس لو وردتك الرسم اللي انا سمح هو حسام عب مجيد وقف الواحد وانا فعلا طريقت اللعب فده خط النص خط النص هيبقى السيسي أوروقة السيسي أوروقة هو بيلعب بتفندر واحد بس هيلعب جنبي أحمد فتوح أحمد فتوح لعب وراء لا أحمد فتوح أوفل باكليف أوفل طريقت لعب تهارماشي إبراهيمان داي وزيزو إبراهيمان داي وزيزو وهيلعب عمر جابر أو شيكابالا هنا ده بقى دي اللي بقولك عليها التعديل لو هو حب يعني ما يجذفش قوي هيلعب عمر جابر بحيث برضو عمر جابر دفعيا أقوى من شيكابالا لكن لو كمل في المغامرة بتاعته وطبعا يبقى مكسب للنادل قال إن هو كمل في المغامرة بتاعته إنه يبقى فيه مسحات كبيرة جدا هيلعب بشيكابالا وسيف الدين الجزيري وسيد نمار ناحية الشمال ده بالنسبة لطريقة اللعب والأفراد اللي هيلعبوا قد تكون فيها خبر إقالة أنا بقولك أنا بقولك أنا بقولك أنا قلت لك أنا حاسم إيه فيها سكور يعني المبراهبة فيها هدف كتيرة يعني ما فيش احتمال صدمات تانية يعني ما فيش احتمال صدمات تانية أعتقد ده نفس الشمال حالات عايز تشكيل حاجة على التشكيل نتكلم عن الأهلي ولا عن الزمائل الأهلي لسه هنشوف بس خطة زمانك وعكال الأهلي الأهلي ده هنحل بي الأهلي ده الفكهة اللي هنختم بيها الحال حيئة لا وممكن ممكن زي ما يعني أحمد استعرض التشكيل هي بس الفكرة هل هو هيلعب بواحد في نص الملعب سواء عمر السيسي أو روئة بس ولا هيلعب بلاتنين جنب بعض هل هيلعب زي مبراهبة فيوتشر بناصر منسي مع الجزيري ولا واحد بس يعني هو عنده حاجات برضو تركات لما لعب بيها ما خدمتوش فقال هو هيميل أنا أعطاق أنه هيميل وهيبني طريقة اللعب على بكرة فتوح وزيزو والجزيري دول التلاتة الأميس بين نسباله اللي بيقدر اللي بيقدر أصلا يبني عليهم وباقي العناصر بتبع عناصر مساعدة طيب خش حالات الزمالك ندخل عليها شوف حالات الزمالك نبتدي بحالات الزمالك نبدأ نبدأ بالوقت ما قد أجابوا حالات الزمالك خشها لا ما عليش هنجيب حالات الزمالك الأول عشان بعد كده هنتكلم على الأهلي والتشكيل والطريقة بتاعة مسا الكولر يعني لحد ما جاهز دي الحالات طبعا ده ماتش بروكسي ماتش بروكسي بص طريقة الزمالك اللي انت قلت عليها فعلا هو مدافع واحد موجود بص المساحات قد ايه الكبيرة اللي خلف طبعا أنا بالنسبالي أربعة على ثلاثة بالضبط أربعة على ثلاثة بنتخيل قدام بروكسي وفيها مساحات كبيرة جدا وورا المدافع وفي العمر يعني في كل حتة في كل حتة ده اللقطة دي هتتكرر نحن نتكلم على أنه ده بداية التطبيق يعني الراجل لما جاء قالك أنا من الأول خلص هتطبق انت تحس أن الملعب بتعزمالك مقسوم فيه مقسوم لنص هجومي خلص ما بيدفعش وخط الخلف دايما بصوا حسنا ما يجيد بيبقى موجود بس خد بالك هو بيقول يعني في الفكرة دي أنه أنا فيه مدربين كتير طريب جورديولة بالضبط هو طورت جورديولة أستقبل زي ما أستقبل مدام ببسجل وبكسب محدش تكلم هو اللي أنا علمته كمان أنه هو فعلا بيشرح للعيبة بعض القطات من ماتشات ماتشستر سيتي وجورديولة فعلا وهو عايز طبق الفكرة ده فده اللقاء هنكمل الحالة اللي بعدها هنلاقي برضو اللقطة دي تكرار التاني بص بص المساحات اللي موجودة وراء المدافعين وراء الأطراف هتحس زي ما يلعب من غير بكات فعلا يعني زي ما يلعب من غير بكات لأن في كرة وفي حالة الهجوم هتلاقي طبعا فتوح دخل لقلب الملعب وهتلاقي زيزو موجود في قلب الملعب وده هنشرع في الحالات الهجومية في نقطة القوة نكمل الحالة بعدها هنا برضو دان بروكسي بص برضو في الحالة تابعا الكرة دي اعتقد الزمالك عنده نقطة ضعف ومهمة جدا الزمالك بيعمل ضغط عالي الزمالك بيهاجم ضغط عالي بيهاجم شمال وعمل ضغط عالي بيهاجم يمين يعني كرة لما تتعمل الزمالك في ملعب هنا عندي ثلاث لعيبة على ثلاث لعيبة ظهرين في الكاد ده بقى هيبان يا أحمد في الحالات الأهل في الحالات الأهل يعني الحالات اللي احنا جايبينها هتخدم جدا لحالات اللاحمة جايبة الكرة بتاعت أحمد عاطف في ماتش فيوتر وهي بالزبط هي دي بالزبط الكرة دي تتبكال الكرة تقطعت هنا سرو باس راح عمد عاطف على اثنين ديفندرين برجلهم مفيش غالية قعدهم قعد بعدهم صبحي وقعد الكرة هو في حاجة ان هم كمال الاثنين مدافعين تحس ان هو يعني لما أحمد عاطف ما عليش هو اللاعب على اثنين مش طبيعي جدا ان هو يعدي منهم فتفكرك بمين طبعا بيجون ايفونا طبعا ايفونا الغريب ان هو ازاي اثنين مدافعين مش مستعدين بس يجون ايفونا احلى عشان كان بوس تلاتة ده كان في بوس اثنين فهنكمل بوس هتلاقي تكملنا الحالة بعدها كان علي جبر وطرق حمد صح كان علي جبر وديويدار 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 كانش طريح حمد فرحمد كان جاي من وراء كان جاي من وراء بس ملحق ملحقوش اوه كان ساروخ تقليبون كان الزيت كان طيارة اه بص هنا يعني حاتم سكر كان مغطي وهنا البوس تلعب دي هجم المرتقل يعني بص الزمالي كل كان ضاغط مين كان الجول كيفر؟ مجابل اه كان مطش لا كان الشناوي كان احمد الشناوي كان احمد الشناوي اه اه مدير مبارادي انت عارف حطاله بعيدة يا فربيب الكلام اللي تقال ساعت اه يلا فبص البوس هيتعامل بسهولة جدا تحاس ان اللعيب عام البوس ضرب فرقة الزمالك وراء الفراغة جدا يعني في فريق كبير دا معنى ان الفرقة في الوقت ده ما كانتش حافظ او ما كانتش فاهمة هي بتعمل ايه في الملعب هم مركزين في الوجوهة نزب تتكرر يعني نفسي التمركز وامد اصدر وبعدين معلش ومعليش يعني انت بتتكلم مع فرقة بروكس يعني تكتكيا ما هياش يعني ما هياش ما هياش يعني نكمل الحالة اللي بعدها مع كامل الاحترام ليهم طبعا هم فرقة كويسة وبتلعب كورة كويسة بص اللعب راحبين وكانوا الحق بالمتأهود بص يا احمد اللعب راحبين من نص الملعب راحبين فراد ازاي دا نفوض نادي الزمالك النسحة الكبير صحرة طب كان في صحرة نكمل الحالات اللي بعدها دا دا من برات غزلة المحلة بص كام نعب من الزمالك فين لعبة الزمالك بص الملعب مقصوم ازاي لغاية نص الملعب لعبة الزمالك موجود واحد اتنين تنة تربعة خمس لعبة بس باقي اللعبة تحت خمس لعبة الزمالك موجودين فنص الملعب التاني دا لرا بقولك عليه تحس الفرقة الزمالك مقصومة نصين انا نتكلم على انه الهجمة دي بص حقاتكم كده لا في الدقيقة التانية من المباراة بالظبط يعني الحاكم صفر بعد تسعين ثانية اللعبة كلها بالظبط اللعبة كلها طلعت ثابت المرأة وردي في السادة القهرة السادة القهرة كمان عبر عبد الزمالك يعني فارع عبد الزمالك فالديئة في السنية تسعين مش في الديئة ثانية في السنية تسعين لسه حتى موصلناش مخلصوش ديئة تانية دا الموقف على في حالة الهجوم على مرمى الزمالك مضبوط ولسه برضو نقدر نقول في بداية التطبيق يعني احنا نبقى على موعد مع بسم الله الرحمن الرحيم والهدف الأول رضا شحيطة رضا شحيطة صحية نكمل حلالة بعدها نبس كنا بنزيع الميني ماتشم بارح لا لازم دا آيطونية مبارات القمة نكمل حلالة بعدها مختلف عليها والله بقى خلاص الأجال الجديدة عندها ايقونات كتير برضو بص يا احمد الخماسية هي ايقونا والقضية ممكن ايقونا فيه ماتشاط كتير لا بس 6 واحد ايقونا اه 6 واحد عشان اللي سكور كان أول مرة غير الستة والله هو صفر عشان يمنع السابع لا لا المباراديين الاهل أضاع فيها كمية لا بقوله الستة أضاعه كمان لا رضا شحيطة مضايع انفراد وخالد بيبه وعلى إبراهيم تقريبا لا احنا ضايعنا كتير في المبارادي بص هنا برضو هي هجمة مرتدة ضغط عالي من نادي الزمالك هجمة مرتدة طلع عباس من في نفس المباراة في نفس المباراة برض لا أبدأ أحمد الشيخ هيروح نكمل حلالة بعدها بص لعبة زمالك بص ده لا عرض الكرة بص ليش حد خالص ده اللعب ده استلم ده استلم الكرة وحطها بسهولة جدا انما هو طبعا يعني طبعا الفينيش هنا كان سيء جدا فبص ازاي كمان التمركز بتاعة حتى فين بقيت لعبة زمالك نعم وانت تحس انه احنا بنلعب اسمه جول مشترك جول مشترك فعلا يعني الموضوع مولفق جول كيبر وتلات لعيبة في مواجهة اربعة لعيبة ومالعب فاضي طب فين بقيت لعبة ايوه فين بقيت لعبة ايوه فين بقيت لعبة مش موجودة وزاريو بيلعب لعبة فيها يعني مجاسفة غير طبيعية لا انا واضح انه دي تعلمات ايوه ايوه انا مجاسفة غريبة اه يعني هو اللوم بترجعوش يعني بالنوضوع لو حتى اللوم بترجعوش مش يبقى كده بالمنظر ده نكمل حالة بعدها ده متقرر هنا برضو بص نفس الكلام يعني شود تاني بقى بص نفس اللاعبة برضو إن km ему هم دي يعني اول دي لحد ما في زيادة عددية شوية اللاعبة والمحلة لا عندهمش زيادة لكن برضو خليني اقول حتى وان كانت عدية وحتى لو مكنش في زيادة عددية فيها اآ يعني خلييني اقول انه من السهولة هذا بايما كان انك توصل بالظبط يعني اللعيب واصل انت فى النهاية مينالى بيستلم فى المحل لاء احمد الشيخ عدم الشيخ لو يعد عد لو يركص البك اللي معاه أنفراض وفي حاجة تانى يا أحمد، أنت بتكلم عن إحترام الغاز المحلة طبعاً، أنت دائم نادل أهلي، هيبقى طبعاً معشباب فيه اثنين لعيبة بس، هتلاقي مثلاً نادل أهلي فيه زيادة عن هجومية كبيرة جداً، نادل أهليل أصب مستوه لو هو بلعب على الأطراف و بلعب خلف المسحات، هيبقى عندك عبقادر أو واحدين الشحات أو برستاو، او الكهرباء غير اتنين بلعبوا ثمانيتين بيوم موجودين كمان في الثمانتاشر مصبوط فكل ده هتبقى بزادة جدا كبيرة النادل اهلي فدي ميزة الحمدل لا تبقى موجودة في النادل اهلي لنقدر استغلها وهاني ومعلول وديل وغير غير ان معلول اصل ممكن ايباهنة يعني معلول ايباهنة عادي بسهولة مفيش فيه مساحات كبيرة قوي في الملعب نتكمل الحالات اللي بعدها اعتقد ده كده ده نقطة ده نقطة قوة قوة يعني لو انت عايز تقول حاجة يلا انا عايز كنت عايز اروح المطشين الاخرين بس لانه الى حد ما برضو مش عايز ايس قوي عالتجربة في البدايات لانه البدايات المحلة ده كان قابل في فيوتشر يعني اه لكن لكن مطش المقاولين مثلا عمل راكورد ادى دفع معنوية وادى احساس للناس انه اتطمنه للراجل يعني يعني الراجل يا جماعة بيخرفش الراجل بيعمل حاجة ممكن توصل لنتيجة عمل ده في المقاولين وكسم سكور كبير عمل المنتدى صعبة جدا على فلقة كورة طبعا عشان كده دي نقطة القوة هتباين الراجل ده فعلا يعني بيشتغل بجد طبعا من ضمنه نقطة القوة محمد صبح محمد صبح عنده ميزة ان هو بيلعب هو بيبدأ اصلا البلد ابا هو عايز يبني دايما الهجمة من تحت يعني بيعتمد ان هو ما بيتطفش لانه هو خلاص وبيلعب اصلا ببساك واحد فمحمد صبح من ضمنه مازلته هو بيلعب برجل كويس فتلاقيه هو دايما بيبدأ يعني بص حمد صبح هنكمل الحالة لبعدها محمد صبح بص بيبدأ هنا ده مضغوط عليهم لأ وقفوا بيلعب ونانة في نفسه اه فبالزبط كده بيلعب وده مين بقى اللعيب اللي جنبه احمد فتوح فتوح ده انا هتكلم عنده انهم من اهم لعيب التالي الزمالك من ضمنه خطوة فتوح يبقى من ضمن اللعيبة دي انا عايزين بس نركز فتوح فين فتوح بيلعب يعني بيلعب فلوس الملعب ولا بيلعب باكليفت هتلاقي فتوح بيلعب في كل حتة في الملعب خلينا اسأل بلال في الحتة دي صبحي عنده اخطاء يعني تقدر ما تيجي تقايمه كجول كيبر تقدر تطلع مواطن الضعف عنده اقوى بالتأكيد كل حارس مرمى ليه عنده مميزات وعنده عيوب اقوى وعنده نقاط قوى ونقاط ضعف محمد صبحي يمكن انا بشوف ان التزديدات الارضية القوية والقريبة من القائمين بالنسبة للمحمد صبحي بتبقى صعبة جدا مش هنقيمه على اساس الهدف اللي دخل فيك مرمى في يوتشل لان ده بيحصل كل فين وفين بس نعنده مسكيلة عموما في توقيت الخروج اه والليس كنت اقولك دي ده على مستوى التزديد دي قاطلة دي اسمها ملكة او يعني موهبة انك انت تبع لك حسن التقديل الوايمنج بتاع الخروج دي واحدة من اهم الحاجات اللي بتاعجود عند اي جول كيف اه انما صبحي برضو على قد كده مميز جدا في الانفراضات مثلا المواجهة مميز في التصويبات العالية تحت القائمين كور العالية والعرضية اه الكور العالية بالضبط في لقاتة جايبة على صبحي بالنسبة صبحي لو ندخل في الحالة بعدها كده انا بشوف تصدي يعني من التصدي مهم جدا والاسباب ان محمد صبح يتحول على فكرة صبحي كان الحارس التاني فمتخب مصر بالحارس التاني فبس هو عنده اخطاء في المباراة الاخيرة هل تأثر عليه معنويا في مطش بكرة هل وهو نزل هل وهو نزل في موجة الاهلي هيبقى في الباك ميند عنده يعني في تفكير حتة انشغال كده انه ما ينفعش تغلط في الغلاطات دي في مطش الاهلي او انه لعبة الاهلي تطمع فيه اكتر لانه حس انه غلط او انه مهزوز او فبالتالي تبقى طمعانا فيه اكتر اعتقد لو كان صبحي مجداد الزمالك مقدرش يعمل رمونتادة ويكسب مباراة دي كتتتأثر كتتتأثر لكن يعمل خطأ والخطأ اكيد هاخد جزء من تركيزه لما لكن لكن الرمونتادة اعتقد ومكسب الزمالك بيغطي بيغطي طبعا على الاخطاء طيب نكتفي بالحالات دي عشان نروح للأهلي مش نروح للأهلي يا بلال معك احنا سريعا مش هنقف كتير عند الحالات الطريقة والتشكيل بس الأول بك تمام الطريقة والتشكيل اعتقد ان مرسل كولر مش هاي خط النصف في المشكلة يمكن ده السؤال للمسأل الجمهور يعني لا هو مفوش مشكلة فيه غيابات فيه غيابات الغيابات دي هتعمل مشكلة ولا لا ده اللي هنشوفه على الأرض اللي احنا تعودنا عليه ان مع كولر ما بيحصلش مشكلة يعني رغم تغيير بعض الأفراد احنا شفنا محمد فخري نبيل كوك العائد من المشاركة مع منتخب مصر في بطولة أفريقيا اعتقد انه بنسبة كبيرة هيشارك سواء هو احساس يعني مش رهان ولا توقع ولا تمني ده احساس انا حسس انه كريستو لو خد بكرة ممكن جدا يبقى ميلاد النجم انا كان نفسي اخد بصراحة نص ساعة مباراة الاتحاد السكنداري اهو كانت المباراة فيها مساحات كبيرة جدا هنشوف الحالات وهنشوف المساحات اللي كانت يعني انا شفت وفي مباراة دي ممكن جدا وكمان هو احنا كمان نتعلن بيه اكتر او طالب لانه عمل نص ساعة مميزة جدا في مباراة طيب يلا تشكيل طيب التشكيل في حراس المرمى طبعا محمد الشناوي امام الرباعي الدفاعي محمد هاني محمد عبد المنعم ياسر ابراهيم وعلي معلول ماشي سلاسي خط الوسط هيبقى مروان عطية مروان احمد نبيل كوكا كوكا اللعب التالت هيبقى ما بين محمد فخري ومحمد مجدي افشا افشا اه يعني هالكولر هيكمل اعتماده على محمد فخري بعد ما فيش كندوسي اعتقد بكرا ما فيش كندوسي اعتقد اه يعني هو كندوسي برضو محتاج وقفة شوية ماشي طبعا اطراف الملعب هيكون بيرسي تاو لا خلاف على بيرسي تاو جناح ايمن اه تاو تاو والجناح الايصر اعتقد انه هو هيفضل انه يبدأ بإحسان الشحات وفيه فرصة لمشاركة عبدالقادر ولكن اعتقد في شوت تاني خط طبعا الهجوم ومباراة كهربا بقى ان شاء الله بكرا كهربا اعتقد انه هيبدأ من البداية لأسباب نفسية ومعنوية فنية متفق على التشكيل متفق على التشكيل كل اوراق الاهل الربحة التي تراهنا عليها في على دكة البودالا يعني الاوراق اللي شايف انه ينزلها تعمل طفرة تزود حصيلة يعني تغير سيناريو احمد عبدالقادر عبدالقادر ومحمد شريف لانه هو محمد شريف في مشهات الزمالك كعب وعلي جدا عليهم جدا يعني ودع فكرة المطش مع مصر كاف الدور اولاني كده لما نزل بأحرز هدف هو حظه حلو وكعبه عالي دائما معناه الزمالك شريف وعبدالقادر اوراق ربحة مهمة جدا نروح للحالات نروح للحالات سريعا انا جبت حالات مباراة الاتحاد فقط لان انا شايف ان المباراة بكرة هتشابه بنسبة كبيرة جدا مباراة الاتحاد لا الهدف في الاول دي تمرير تعالي معلول بص تعالي معلول استغل تحرك حسين الشحات ولعب نادي الاتحاد زي محمد استعرض حالات نادي الزمالك شفنا كلها اني نادي الزمالك بيلعب بخط ادفاع متقدم فبص كل الحالات اللي معايا دول خمسة دول خمس بكات على خط واحد ببص نص ملعب الاه بالزبط ده كده هنكمل الحالة دي ده البص من علي معلول عمله في مساحة مميزة جدا لحسين الشحات هنكمل الحالة اللي بعدها اه حسين استلم الكرة ودخل بها عادي نمشي مع الحالات ودخل الحالة استلم الأول بالكعب حلو قوي وبعدين قدر في الحالة اللي بعدها يحصل على ركلة جزاء اه الحالة اللي بعدها لو معنا اهي دخل حسين وسط اتنين بقرار ان هو يراوغ وقدر يحصل على ركلة جزاء ترجمها علي معلول لهدف اول هنشوف الهدف التاني تقريبا نفس اللعبة ولكن من الناحية اليمين سريعا دي الضغط اللي عمله محمد فخري وعمل ضغط وتمرير لبص بقى المساحة هو ده اللي انا بتكلم عليه الحالات انا جايب حالات الاتحاد لان انا شايف الطريقة اللي لعب بيها زوران المدير الفن الاتحاد هي تقريبا نفس الطريقة اللي يلعب بيها بكرة وزاريو نفس نفس التمركز السيء اللي بيلعب بيه مدفع نادي الزمالك كان عليه لعبي الاتحاد نمشي سريعا دي الحالة لعبت ليه بيرستاو نخش على دي عملها بتحرك وميز لكهربا انهاها كهربا في المرمى ودي انا جبتها علشان احيي محمد فخري على الضغط والاستخلاص بالضغط عمل ضغط بتمرير وميزة جدا وصنع الهدف التاني هنخش سريعا على الحالة اللي بعدها نفس اللعبة بص هنا بيرستاو بيودي كهربا وان كانت الحالة دي اتحسب التسلل ولكن كهربا قدر يكمل بيها ويحرز هدف ولكن بص الفكرة نفس لعبة واحدة سواء من الجهة اليمنى او من الجهة اليسرى النادي الاهلي مميز جدا في عملية استغلال المساحات اللي في خط ده المطش ده المنافس اه اعرفش ان تتفقوا معي في ده ده اول مرة شوف كهربا السريع اه اه عمل اسبيرانتين انا حتشوف يعني كهربا كهربا من بدء انا فكر كهربا قصدي مع المتحدة كان لعيب سريع جدا جدا كان جناح يعني مهالي وسريع اه اه شوف تركيب عاملة زي دايما المهالي ده تلاقيه له عيب واقف كده والسرعة عنده مش احسن حاجة لكن سريع انا شوفت كهربا ده في مطسو الاتحاد هذكرتين هنخش على الحالة اللي بعدها يلا سريع انا مش عايزين ده عوضة الحالات نفس الكرة ياسر ابراهيم بيعمل باص في المساحة بص انتا نلاحظ ان الحالات كلها بتتكرر معنا ازاي بيرس تاو بيرس تاو بيروح انفراده بيلعبه الحالة اللي بعدها دي برضو الباصل اللي اتعامل من اليو ديانج ليه ليه كهربا وقدر يعمل الانفراد بص المساحات انا جاي بالحالات دي معايا عشان ده المنظر اللي هيكون موجود بكرة يعني شاف بص انا عامل دايرتين على المساحات بص مساحات العبن للتحاد وتمركو الزعبن للتحاد سيء جدا يشابه تماما الحالات اللي احمد يعني يعني هو سيناريو اشك حتى لو الراجل مصمم ومختنع ونجح في تطبيق الطريقة دي اشك انه بكرة قدام القالي اكيد اكيد هيتم تحزيره يعني اكيد في ياس انا حكمت على المباراة ان ندهي بالسيناريو من مباراة الاتحاد وليه فهو هيشوف انا ممكن اجيب لك ماتش الترج يعني عشان نتكلم على مستوى مقارب شوية ماتش الترج في تونس الترج ضغط من اول دقيقة سايب مساحات كبيرة جدا اتعاقب على نفس فريق كبيرة يعني مش فريق اولي في الحالات دي دي تقريبا اخر حالة هجومية في الحالات بتاعت النادي الاهلي لو معنا الحالات الدفاعية فيه كم حاجة بس كده اه بص دي المباراة دي كان الاتحاد في الماتش ده بالمناسبة وسل وسل مره مره ودنين بص كده اتكلم معنا في المؤتمر الصح فقال كده عن الفل الاتحاد دي انا جايب ثلاث حالات بالزبط لهجمات الاتحاد علشان نحضر من الموضوع ده بكرا بص دي كرة لعبت لخالد الغندور في المساحة اللي في ظهر محمد هاني درق دي الهجمة دي كانت خطيرة جدا واضعها لعب الاتحاد الحالة اللي بعدها دي الحالة اللي بعدها نفس الكلام بقى انا جايب الحالة دي تحديدا لي عشان برضو ده تمركز سيء من لعب خط وسط النادي الاهلي ما نتمناش نشوف المنظر ده بكرا شايف العلامة اللي عند الدايرة دي كلها مفيش ولا لعب من سلاسي خط الوسط موجود في المقابل ان في كام لعب من النادي الاتحاد ثلاث لعيبة الكرة دي على فكرة كانت خطيرة جدا وجات بجوار القائم الحالة اللي بعدها نفس الكلام برضو الكرة دي اتقطعت من محمد هاني اللي انا عمل عليه دايرة في وسط الملعب اللي واقع دا محمد هاني كان بيحاول يدخل لوسط الملعب اتقطعت منه الكرة وتلعب في المساحة دي ولكن ياسر إبراهيم قفل كويس او في الحالة دي اخر حالة نفس الكلام برضو محمد هاني اللي جوه الديرة حاول يوصل للكرة عن طريق التاكلينج ولكن ما نجحش وتلعب الكرة دي وكانت خطيرة جدا تعامل مع هلعب الاتحاد بسوق في مرحلة من مراحل الدوري تحديدا يعني يمكن ما ظهرش ده وحتى في دوري ابطال افريقيا بعد كده في النوركاوتز ظهرت شوية لكن في الدوري كانت واضحة في مرحلة من المراحل كان كولر دايما يفاجأ ان احنا كجمهور اهلي بتغيير او باشراك يعني مفاجأة في المباراة تحس ايه ده ده راجل عامل المفاجأة وحاجة ما كانتش متوقعة هل تتوقع ان ده يحصل بكرة هل ممكن كلها يكون مجهز مفاجأة خارج توقعاتنا في مواجهة الزمالك وايه ممكن تكون المفاجأة طبعا يعني يعني مش عب يستطيع مفاجأة بس هو يعني كل يفاجأنا فعلا كل مباراة ممكن يفاجأك بلعب يعني يعني فعز ما انت يتكلم في حاجة مهمة جدا ان ميستر كولر من اهم مميزات ولما تجيب تاريخه ان هو بيدي اللعيبة سكة مهمة جدا يعني مدي اللعيبة كلها سكة يعني زانجة عمرو ما جاب جونين في ماتش واحد للأهلي صحيح بس جابها مع بيرامدس مع بيرامدس لما عمل احتفال لبسكت كانوا جونين كانوا جونين نا ده كان سكة عن رومونتال يعني بيرامدس والزمالك والزمالك ده مناشن بقى فبتكلم ان كولر بصراحة يعني نخلي اللعيبة كلها جاهزة في اي وقت اللعيبة كلها عندها دوافع اللعيبة كلها ايا كان هيبدأ بمين بس التغيرات بفقدي الحدود مش مفاجأة بالنسبالي لان المفاجأة دي انت تجيب لعب مش خارج الحسابات تماما وتبدأ بي لكن هو كل لعيبة داخل الحسابات هو خلق ان كل لعيبة كلها جاهزة بالضبط يعني كل لعيبة اعتقد اللعيبة نفسها كله بيباعي زي لعب بالزمالك مباراة كمه طبعا يعني اعتقد مباراة يعني المباراة دي مش عايز قولها مطمع لان اعتقد طريقة لعب لعب زمالك فيها مغامرة كبيرة جدا هتخلي اي لعب في النادي الاهلي يقدر يعني يستمتع بيها خاصة ان خلاص مباراة التتويج ومباراة الاحتفال فتقدر تقدم كورتك الجميلة وتلعب باريحية كبيرة جدا وده اعتقد من اسباب ان انا قلتلك في بداية الحلقة ان النادي الاهلي شايف ان ممكن فيه اهداف الاهلي داخل الملعب كان مفتاح لعب واحد فقط اللي قدر يغير مسار المباراة كلها هو كان حمدي فتح كان صاحب الدور الاكبر في الثلاث اهداف لو شفنا الاهداف بكرة حمدي فتح مش موجود فكولر هيدطر ان هو يلعب بطريقة لعب مختلفة شوية هيبدأ يعتمد على سواء تمريرات الساحات لان حمدي ما بقاش موجود فمش هيقدر يلعب بنفس طريقة لعب الدور الاول ده بالنسبة للدور الاول الناحية التالية مين اكتر حد يلعب دور او يتوظف زي ما حمدي كان بيوظفه داخل النادي الاهلي لا يعني هو جرب الرجل ديانج وما نجحش وجرب افشا وما قداش نفس الادوار لان كل كل لعب ليه طريقة لعب معينة وليه بروفايل معين التشابه مش قريب قوي مش لازم يكون تيبيكال اه انا بقول بين انسب حد يعني ممكن يعمل السلية 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 طبعا طبعا السلية يعني انا في رأينا انا بقى لعيب تاني خالص مين ربيعة ربيعة اه لان ربيعة اصلا لعيب بخط وسط ومميز جدا في ضربات الرأس احنا بيتكلم على التشابه عشان بس تشابه الادوار يعني لو انت هتقول هتلى لعب يقدي نفس ادوار حمدي فتحي لو في مستوى طبعا ربيعة شارك في مبارات الاسماعيلي وظهر بصورة كويسة جدا هو كل مطشاة اللي شارك فيها الموسم ده لغاية اصابته في مبارات ربيعة كان بيقدم من اللعبة اللي أنا بسق فيها جدا حتى لو كان بعيد ومن اللعبة اللي عندها روح الفانيلا بجد وعشان كده النادي الاهلي اختار انه يجدد عقد ربيعة ويفضل استمرار ربيعة مع الفريق مسلمين اخرين لانه لعب مهم وكابتن من كبات الفريق ناحية تانية عشان نعدي على الزمال بصورة ناحية تانية اوزاري وما كانش موجود في مبارات الدور الاول طريقة لعب وغير طريقة لعب لا انا اكيد فقط اللبس التعليمات والتشكيل والطريقة والادوار دي هيحسنها مديرين فانيين لك انا اتكلم 11 قصات 11 في الملعب ايه اللي اختلف في الاهلي والزمال عشان كي اقول طريقة اللعب يعني في في الدور الاول طريقة لعب تكلفات اللي كانت مع جزوالد فريرا في حاجة مهمة جدا هتبقى موجودة بكرة انها المواجهة الاولى بين اوزاريو وكولر الاثنين عايزين يتعرفوا على بعض عن قرب في ارض الملعب دي هتاخد وقت شوية او لو فضل اوزاريو وفتح يبقى مش هناخد وقت ان شاء الله المحمس يعني في الموضوع او المبشر في الموضوع ان الاثنين اصحاب فكر هجومي بالظبط يعني بنكلم على اثنين ما عندهمش فلسفة انه ادافع وابقى رد فعل او جس نبض او جس نبض فنتعقع ان شاء الله ان بكرة تبقى مبارا ان شاء الله فنيا يعني تبقى جرعة واجبة تعوضنا عن موسم حسبنا في البطولات كلها تقريبا يعني بمنتهى الاريحية بس نسنق دولي الابطال هو رحقنا شوية بس في النهاية تتكلم مزاق مختلف تتكلم مزاق مختلف زي ما بيقولون نتمنى التوفيل الاهلي بكرة ان شاء الله مباراة احتفالية الدرع رسالة سريعة جدا لجمهورنا دي الاهلي بكرة احنا بنحتفل ما تخلوش حد يستدرجنا لأي حاجة واي شكل يبوز به احتفالنا ويبوز به فرحتنا مش بس ببطولة الدوري انت بتكلم على احتفالك بابطال فما تخليش حد يبوز المشهد عايزين بكرة فرح افرح واحتفل وهيص لفرقتك زي ما انت عايز وخلي الامور في اطار الكارنفال لانه فيه ناس كتير جدا يهمها تبوز الفرح وتسرق الفرحة من الاهلوين بشكر بلاي المحسن بشكر احمد مصطفى نورتونا احنا بنشكر ربما احسن في الاستاذ انشاء الله ازن الله بكرة نكون على موعد انشاء الله كبير الكلام والله لو متفقين كنت عايزة اقول لجمهور النادي الاهلي ما اتخليش حد يسرق فرحتك بيستدرجك اللاعب او الكلام ده كله لا انت اللعيبة اللي موجودة المسم ده حقها عليك انك تدعمها وتهتفليها بعد كده يبقى لكل مقام مقال احتفالنا بكرة ان شاء الله بالبطولة من جماهيرنا هتكون حضرة في الملعب ومنهم بلال ومصطفة مسؤوليتكم المشهد ومسؤوليتكم الفرحة اللي بتمثلوا فيها ملايين وقفوا وراكم بتابعكم من شاشات التليفزيون جوة مصر برا مصر ونتمنى طبعا واعتقد انه اللاعبة هتكون على مستقل المسؤولية بصرف النظر بقى عن المنافسة وبصرف النظر عن كل الكلام اللي بيحصل على السوشال ميديا في النهاية المباراة هي اهم مباراة في الكرة المصرية بيتباحها الملايين فانتو مسؤولين بكرة كمان جوة الملعب عن سورة مصر نتمنى ان شاء الله تخرج المباراة كارنفال للكرة المصرية وتقدم وجه حقيقي على مستوى الفن والمطعة والإصارة والمنافسة في الكرة في الملعب تقدم سورة الكرة المصرية بأفضل ما يكون بشكر ديوفي مرة تانية بشكركم على المتابعة واستمتعوا بكرة ان شاء الله بمباراة القمة واحتفلوا ان شاء الله بكرة مع أبطالنا ونجومنا وفرقتنا أبطال إفريقيا ببطولة الدوري واللقب رقم 43 شكرا لكم